الأستاذة جيالينججي هي من تلقن هؤلاء الطلبة أساسية اللغة الصينية والتي يقال عنها أنها من أصعب اللغات في العالم اخترت الجزائر لأنها بلد جميل للغاية وأستمتع بالتدريس هنا تدريس اللغة الصينية لطلبة الجزائريين هو فرصة لنقل الثقافة والتاريخ الصيني بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين الجامعة الجزائرية منفتحة على كل العلوم وعلى مختلف الأداب واللغات فكان لزاما أن يكون للغة الصينية نصيب في الجامعة الجزائرية ترت هذه اللغة الصينية بسبب العلاقات بين الصين والجزائر نظرا لأهميتها في ظل العلاقات خاصة أن الصين تعد قوى اقتصادية كبرى في العديد من المجالات نسعى جاهدا إلى الحفاظ على هذه العلاقة بمهارتنا اللغوية نقرأ على الجغرافية في الصين نقرأ على الولايات والمدن في الصين على عاداتهم على تقاليدهم على أسامي المدن عندهم تقاليد بزاف مختلفة لنا ودعا مرات كنا تشابه لنا نقرأ ودعا الممكنات جدد وجمل جدد هذه تجربة دفعة الأولى لدينا 40 طالب لدينا 5 أساتذة 3 من الصين وزوج من الجزائر هي اتفاقية توقعت مع الصفارة الصينية وجامعة نورث وست صينية والمدرسة العليا للأساتذة تنص الاتفاقية على عدة بنود من بينها بعث أساتذة صينيين للجامعة والكلية هم الذين يدرسوا هذا الطلب إنشاء قسم اللغة الصينية بالجزائر فرصة للتبدلات المستقبلية بين الجزائر والصين في المجالات الاقتصادية والثقافية ومفيد للطلبة من كلا البلدين لتعلم اللغات يسعى القائمون على الجماعة الجزائرية على تكوين نخبة جزائرية متفتحة على مختلف العلوم واللغات